موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تكبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأمال كلمتي هذه التي أوجهها إليكم متعلقة بسؤال متصل بزكاة الفطر وعلى من تجب السؤال مضمنه أن السائل يسأل عن حكم زكاة الفطري من حيث فرضيتها ومن حيث وجوبها هل هي على ولي الأمر هل هي على رب البيت أم هي على كل عين عين من المكلفين كل فرد فرد من المكلفين هل تجب على الزوجة الغنية العاملة هل تجب عليها أم أن وجوبها على زوجها في هذا السياق أحب أن أتكلم كلاما دقيقا كلاما فيه تنبيه وإشارة إلى بعض الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها العابد المكلف وأن يحرص عليها كل مسلم الملحوظة الأولى لا شك أن المقرر فقهيا عند عامة الفقهاء وفي مذاهب الإسلام المشهورة الكبرى التي يعبر عنها عادة بمذهب الجمهور لا شك أن المقرر في مذهب الجمهور أن زكاة الفطر تجب على ولي الأمر وتجب على رب البيت نحو أبنائه ونحو من يعول أو من يمون هذا ذهب إليه جمهور أهل العلم وأعتبر زكاة الفطر متعلقة أو مندرجة تحت عموم النفقات وبما أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها أدرجوا ضمنها زكاة الفطر وبما أن زكاة الفروع واجبة على الوالد على رب البيت وعلى وليه الأسرة فأدرجوا كذلك زكاة الفطر تحت هذا العموم ولهم في ذلك متعلق بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد الله بن عمر عنه قال فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ممن تمونون أي ممن تنفقون عليهم أو ممن تجب نفقتهم عليكم هذا الحديث استظهر منه العلماء واستخرجوا منه أن زكاة الفطر تجب على ولي الأمر والحديث محل نظر من الناحية الحديثية لكنه محتمل يبقى هذا الحديث يحتمل أكثر من معنى فهو يحتمل أن هذا الوجوب إنما هو متعلق في حالة انعدام القدرة عند الزوجة وانعدام القدرة عند الأبناء بتعبير آخر أن زكاة الفطر واجب على ولي الأمر وعلى الأبي ما دامت المرأة لا تملك ما تخرج به الزكاة وما دام الأبناء لا يملكون ما يخرجون منه الزكاة الجمهور قالوا بأنه حتى لو كانت المرأة غنية سرية مالكة لأموال مضاعفة وحتى لو كان أمرها كذلك فإن زكاة الفطر إنما تجب على زوجها والأصل في زكاة الفطر كما هو معروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهير الذي رواه عنه عبد الله بن عمر رواه الجماعة عن عبد الله بن عمر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والعبد والحر والذكر والأنثى من المسلمين فهذا الحديث حديث صحيح لا شك فيه يعني أطبق المحدثون على تصحيحه وهو أصل في باب في باب زكاة الفطر وفيما يتعلق بحكمها وفيما يتعلق بفرضها وإيجابها أيها الإخوة والأخوات المسألة بالنسبة إلي منظور إليها من زاوية أخرى مختلفة فأنا لا أنظر إليها من زاوية الوجوب الفقهي القانوني الصارم فهذا على كل مذهب الجمهوري فيه معروف بحيث أن القول كما ذكرت بوجوب إخراج زكاة الفطر على ولي الأمر أو على الأبي أو على رب الأسرة قلنا هذا القول استظهره الجمهور وذهب إليه الجمهور بناء على إفادة النصوص من حيث ظاهرها من حيث عموم دلالتها لكن إذا نظرنا إلى المسألة من زاوية أخرى وهي الواردة في نص الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أرجو الانتباه إلى هذا المعنى النبوي وهذا المفاد النبوي الشريف زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث عندما يخرج ولي الأمر زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجه أي عن زوجته وعن أبنائه يخرجها عن أبنائه وهم لا يعلمون لا علم لهم بزكاة الفطر ولا متى أخرجت ولا كيف أخرجت ولا لمن أعطيت إلى آخره كما هو حال كثير من أبنائنا وكما هو كثير كما هو حال كثير من بناتنا حيث أن ولي الأمر يخرج الزكاة وهؤلاء الأولاد من ذكور وإناث لا علم لهم إطلاقا بزكاة الفطر بل بعضهم يجهل أحكامها بالمطلق إطلاقا فكيف تكون له طهرة كيف تكون زكاة الفطر طهرة للولد الذي صام وهو لا خبر عنده بزكاة الفطر إطلاقا ولا يعلمها ولا يعرفها ولم يستشعر القربة فيها بمعنى أنه لم يستحضر بالقصد القلبي والروحي جانب القربة فيها جانب التقرب إلى الله عز وجل بزكاة الفطر أي أثر ستتركه هذه القربة في نفسه وأي مردود طربوي وإيماني ستتركه هذه العبادة الجليلة وهذه الشعيرة في نفسه فلا ينبغي إخواني وأخواتي أن نتعامل مع قضية زكاة الفطر باللغة الفقهية الجافة باللغة الفقهية القانونية المعروفة تجيب على فلان ولا تجيب على فلان تجيب على فلان ولا تجيب على فلان ولذلك كان المستحسن أن نذكر بهذه الأبعاد وأن نفهم الوجوب في هذا الإطار أن نفهم الوجوب في هذا الإطار هب أن امرأة موسرة غنية في بيتها ويتعلم أن الزكاة الفطري بلغة الفقهاء وبتأويل الفقهاء واجب على الزوج وهي صاحبة مال فلم تبالي إطلاقا بإخراج هذه الزكاة ولم تلتفت ربما إليها كما هو شأن كثير من النساء وربما لم تفات حتى زوجها بخصوص زكاة الفطر لأنها تظن بأنها قد أعفيت من الناحية الشرعية بحكم وجوب هذه الزكاة على زوجها إذن فليست معنية بها وليست مشغولة بها وطركت أمرها للزوج كيف سيكون شعورها بزكاة الفطر كيف سيكون إحساسها بزكاة الفطر ما هو الأثر الإيماني الذي ستتركه هذه القربة وهذه الشعيرة في نفسها الأبناء الذين لا علم لهم إطلاقا كما ذكرت افترض لو أن بعضهم يملك مالا إما بحكم وظيفته وهنا أفتح قوسا هناك كثير من الفقهاء يقولون بأن الولد إذا كان يملك إذا كان عاملا وكان ذا وظيفة أو ذا حرفة فإن زكاة الفطر تسقط عن والده إذا كان الولد في البيت يخدم أو البنت مثلا وخبقها تحتسق في بيت والدها وتعيش في كنفي أسرتها ولكنها موظفة بحال بعض الأستاذات بعض الموظفات وكذا إلى آخره هناك طائفة من العلماء من أهل العلم يقولون بأن زكاة الفطر إنما تجيب عليها بل هناك بعض المالكية المحة بأن الصغيرة إنما تجيب في قوله عليه الصلاة والسلام على كل صغير وكبير قال إن الصغيرة الذي تجيب زكاة الفطر على والده بحكم وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال إذا لم يكن له مال أي إذا لم يكن للولد الصغير مال أما إذا كان له مال كأن يكون على سبيل المثال قد ورث مالا من أمه الميتة على سبيل المثال أو كأن يكون له مال عطاء أو هبة أو صدقة أو مكرم من أبيه أو من غير أبيه على سبيل المثال هناك بعض المالكية قالوا بأنها تسقط في هذا الأسيق وإن كان على كل إن هذا الرأي خلاف المعتمد في المدهب المالكي أنا الذي أركز عليه وهذا البعت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغ والرفف والطعم للمساكن لذلك أنا أتصور أن إعادة التفكير في قضية زكاة الفطر من هذه الزاوية ومحاولة إشعار أفراد العائلة بقيمة هذه الشعيرة وبقيمة هذه القربة وأن الواحدة إذا أخرجها من ماله سيشعر بشعور مختلف وسيحس بإحساس مختلف تماما لأنه تحرك بقدرته وإرادته وأخرجها من جيبه هذا القدر للمالي الذي هو في الحقيقة يعني قدر زهيد 13 14 15 أو 16 درهم أو كذا إلى آخره يعني أو 17 أو تزيد أو تقل بحسب قيمة الأطعمة في السوق إلى آخره ما تأثيرها؟ ما تأثيرها؟ أنا أتصور مثلا في البيت مثلا جوج الأبناء يقرأوا في الجامعة وكذا إلى آخره وعندهم المصروف ديالهم وعندهم فليسة طبارك الله وكذا إلى آخره ولا علم لهم ولا خبر لهم إطلاقا وكان قولوا يجيب على الأب أنا لما قد نجي نتكلم بلغة الفقهاء قد نقول تجيب على الأب طبعا وراها كما ذكرت بعض العلماء يناقشون هذا الوجوب إلى خرجها الأب على هذا الأساس لا شك أن الواجب قد تأدى والفرض قد تأدى لا شك في ذلك وإذا امتنعت الزوجة عندها فلوس امتنعت قالت أنا ما نخرج تجيب على الزوج غير خرج هذه الزوج على رأي الجمهور يا سيدي على رأي الجمهور الإبن عنده لكن ما بغاش غادي تسألوا هنا وش هو ممن تجيب نفقته أم لا تجيب نفقته البنت عندها ولكن ما بغاش غادي نبحث هل تجيب نفقتها على الوالد أم لا تجيب نفقتها على الوالد ولكن أنا كانت سأل دابا الآن هذا المسألة ما بغاش الزوجة ما بغاش هذا أمر لا يمكن أن يريد لا يمكن أن نتصوره بالنسبة لمؤمة تقية يعني أملها أن تكون قريبة من الله أملها وطمعه أن تكون محبوبة عند الله أملها وطمعه أن تجد سبيلا وطريقا لتتقرب به إلى الله عز وجل هل يعقل أن هذه المرأة ستتثاكل وتقول الزوج ديالها لا نتلق سكتخرج عليها الزكاة نتلق وجبة عليك الزكاة سكتخرج عليها وش بهذه اللغة يتم الحديث في هذا الموضوع لما كانت تكلموا عن الإبن كيف كيف أولا عن البنت كيف كيف المفروض هو إشاعة التدين والمفروض هو محاولة تحريك هذه الإرادة ديال التقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال فمن كانت تكلموا باللغة ديالعلى من تجيب ومن هو المسؤول ومن الذي أثمه إذا لم يخرجه ما كانت تكلموا بهذه الحديث كانت تكلموا بهذه اللغة إطلاقا وإنما نحن نتحدث في مستوى مختلف من الحديث أما كون الجمهور قد قال بوجوبها فهذا أمر عرفناه في الصبع لما كنا صغار لما كنا بقين عد كان قراءوا في الإعداد كنا كان عرفوا بأنها تجيب على ولي الأمر لما كنا في بداية الطلب ديال العلوم الإسلامية والعلوم الشرعية كنا كان عرفوا بأن الجمهور يقول بأنها تجيب على ولي الأمر وتجيب عليه نحو زوجته وربما قد تجيب عليه نحو خادمها أو خادمتها إن كانت لها خادم أو خادمة على تفصيل عنده في ذلك إلى آخره عندهم تفصيلات كثيرة جدا وتفريعات أي واحد ممكن يدخل للنات ويدخل لأنترنت ويدير البحث ويدير السؤال على من تجيب كذا غد يلقى ما لا حصر له من الأقوال وكذا إلى درجة أنه غد يدوخ غد يدوخ وغا كذا وغا يتلف من الأشياء نحن نصيحتنا للناس أن يتعاملوا مع الموضوع بهذه الخلفية وأن يتعاملوا مع المسألة من هذا المنظور هذا المنظور الذي يستحضر العمق الإيماني والعمق الطربوي والعمق الأخلاقي والعمق التقربي أقصد بالعمق التقربي هو ذلك الحرص للإنسان المسلم أن يتقربي إلى الله تعالى وجربوا هذا الأمر وسترون جربوه في أنفسكم وأبنائكم الزوجة عندها تخرج ما عندها سرع ما كانت تكلموش عليها ولذلك بعض الفقهاء لما قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ممن تمونون بعض الفقهاء المحققين أنا ما بغيش ندخلكم في الدهاري زي الفقه بعض الفقهاء وشنوك يقولوك يقولك ممن تمونون ممن لا قدرة لهم على إخراج الزكاة لما عندوش القدرة النفق قد يلو عايش عليك نتالك تنفق عليه ولذلك باش ما نغرقوش في هذا النقاش الفقهي ونمشيه مع ذيك العروض الفقهية اللي هي معروفة عند طلبات العلم قال الجمهور وقال فلان وقال كده إلى آخره نريد أن نؤكد على هذه الأبعاد الروحية وعلى هذه الأبعاد الإيمانية المسألة بالنسبة إليك إيتها الأخت الفاضلة لا ينبغي أن تنظر إليها من زاوية من المسؤول من المكلف على من تجيب المسألة أيها الأخ المكلف العابد الذي يريد أن يتقرب إلى الله لا تنظر إلى المسألة من خلال هذا المنظور الفقهي الذي يقرر ما هو واجب وما ليس واجبا وعلى من يجب وعلى من تجيب إلى آخره وإنما ينبغي أن تنظر إلى المسألة أن هذا الباب باب قد فتح لك للتقرب إلى الله تعالى بهذه القربة وبهذه الشعير وبهذه الطاعة فما دمت قادراً فلماذا أبخل على نفسي؟ ما دمت قادراً لماذا أبخل على نفسي؟ إذن هذا هو خلاصة التوجيه في المسألة من الناحية الأشياء لأن الفقهاء الذين قالوا بأن زكاة الفطري إنما تجيب على ولي الأمر على كل نحو نحو الذين تجيب عليه نفقة من آخره إنما قرروا هذا الوجوب من خلال فهمهم للنص أو لمجموع النصوص ولكنهم لم يقولوا لا يجوز للزوجة أن تخرجها وإذا أخرجتها فإنها لا تصح منها وما قالوا لا يجوز للولد أن يخرج زكاة الفطر وإذا أخرجها لا تقبل منه وما قالوا لا تجوز لا يجوز إخراجها من قبل البنت لأنه لا يصح أن تخرجها ما قالوا ذلك أصلاً تماماً وإنما تكلموا عن الوجوب بالمعنى الذي يفيده مبدأ الإلزام يعني من الذي هو ملزم بإخراجها نحن تحدثنا نحن نتحدث الآن في هذه الكلمة الموجهة التي فيها هذه المناصحة التوجيهية العامة التي جمعت بين المنظور الفقهي العام وبين التوجيه الإيماني والطربوي غرضنا من هذه الكلمة هو أن المكلف ينبغي أن يرتفع وأن يرتقي إلى مستوى التعاطي الإيماني مع هذه المسألة فلا ينبغي له أن ينظر إليها بنظر فيها نوع من المشاححة معنى المشاححة يعني نوع من الله ماشي واجبع لي واجبع ليك تلك ستخرج أكد إلى أخير إلى أخير فأرجو أن أكون قد أبلغت المراد والمقصود وخلاصة المسألة أن ما جنح إليه الجمهور كما ذكرت معلوم عند طلبة العلم فلا يحتاج إلى أن يذكر وإنما المسألة متعلقة بكيفية التصرف كيفية الاستثمار الإيماني كيف نستثمر المسألة من الناحية الإيمانية والطربوية فأسأل الله عز وجل أن أكون قد أبلغت ما أحببت إبلاغه إليكم إن شاء الله تعالى وقبل الختام قد يقول قائل إن ما ذكرته من منافع وما ذكرته من مقاصد وما ذكرته من فوائد طربوية إلى آخره يمكن أن يجمع بينه وبين القول بأن زكاة الفطر إنما هي واجبة على ولي الأمر وعلى كده إلى آخره والجمع بينهما يكون بتذكير ولي الأمر أن ولي الأمر هذا غد يذكر الوليدات ويذكر الزوجة وكده كلما وديرني غد ينخرج عليكم زكاة الفطر وكده وزكاة الفطر ماذا زكاة الفطر وكده وهيا والإيمان وراه طهر للصائم إلى آخره إلى آخره إلى آخره هذا نعم وهذا وارد ما فيش مشكل يعني هذا ما فيش مشكل ويمكن وهذا لاش كأنه أولى من من كسميته مما مما يصنعه الناس الآن لاش كأنه لاش كأنه أفضل مما يصنعه الناس كثير من ناس كثير من الآباء وكذا كيخرجوا زكاة وليداتهم الأزوجة المعرفش كاني ها ينش نكيد فلاش كأن هذا الولي أو هذا المسؤول الأسري إلى كان كي أدها على العائلة دياله وكيذكرهم وكيقولهم أدي زكاة الفطر وأنا غدا نخرج عليكم زكاة الفطر وهاك وش نقال فيها نبع أسلام ولها أهمية ديالها ولها المهمة ديالها لاش كأن هذا أفضل من الصورة الأولى ولاش كأن ما ذكرناه هو أمثال من هذا الأمثل وأفضل من هذا الأفضل يعني عندما الزوجة الكريمة عندها الفلوس تقول الزوجة لها أنا اللي بغت نخرج من حر مالي أنا من حر مالي أنا عارفة بإنما الجمهور يقول أنت غسك تخرج ولكن أنا سأخرجها من حر مالي أريد أن أتقرب إلى الله أريد أن أشعر بهذا الإخراج من مالي الخاص من جيبي قولوا لي ذات كيف كيف فأسأل الله على التوفيق وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام وأن يجعلنا من الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون من الذين يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير حياكم الله وحياكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته